يعني خلينا اعترف ان يعني لو بتكلم عن مبدأ التطور في مبدأ تطور ده شيء ما فيش شك فيه لكن الارقام تزال هزيلة جدا يعني اذا كنت بتتكلم وإحنا يمكن دايما على فكرة الارقام اللي احنا بيعرضها دايما او التيم بتاع السادسة بيعرضها على حضراتكم هي بس مش مجرد شو مش مجرد استعراض لمجموعة من الارقام او الاحصائيات المتعلقة ببزنس كورت القدم باقتصاديات كورت القدم صناعة كورت القدم لانك لو ما بصتش للقصة على انها صناعة وبيزنس كبير جدا يبقى انت عندك مشكلة كبيرة جدا ويبقى الجابل اللي موجودة بينك انا بس بتكلم على القارة الافريقية انا بتكلم حتى علينا هنا في مصر يعني قارة الافريقية طبعا في مسؤولين كتير عنها وفي اتحاد افريقي وفي لجان وإلى آخر مشكلتها كبير على الرغم من انها القارة خد بالك قارة الافريقية دي اللي بينظر لها العالم كله على انها المستقبل مستقبل الكوكب هي الخيرات العالم كله والقوال الاقتصادية كلها بترهن عليها عشان تكون مخرج في يوم الايام لازمات الاقتصاد العالمي وده يمكن مش لسه يحصل ده يمكن حصل من سنوات بص عليها كده في كل الحاجات المرتبطة بالاقتصاد هتلاقي اتصالات هتلاقي تيران هتلاقي كل دول عالم الصين اوروبا وغيرها بدون ذكر اسماء كلهم النهاردة بصين للقارة على انها القارة الامل فصعب جدا تكون بتكلم على انه اهم جايزة لأكبر بطولة في قارة افريقيا بطالها بيفوز بأربعة مليون دولار وانت بتكلم لو هسترجع مش هروح لبيدي يعني انبارح كنت بتكلم حضراتكم او استعرضنا عوائد البث التليفزيوني للفرق اللي بتشارك في بطولة دوري ابطال اوروبا التي لم تنتهي بعد التي لم تنتهي بعد لسه في مواجهة فيها متبقية بين بروسيا دورتموند وريال مادريد بتكلم على فريق واحد بس زي ريال مادريد واخد 133 مليون دولار او 133 مليون يورو من عوائد البث التليفزيوني بتكلم على فريق زي بروسيا دورتموند واخد 120 مليون يورو من عوائد البث التليفزيوني ما بالك بقى بفكرة الرعاية جواز البطولة او مكسب البطولة نفسه لان كل الفرق بداية من دور المجموعات بتاخد ملايين وبالتالي الجاب كبيرة جدا واذا ما تحركناش انا طبعا مش بطالب ان احنا نقارن نفسنا باوروبا لكن اللي بقوله ايه واللي دايما حريص ان انا اتمنى ان الرسالة تكون واضحة لان انا بتكلم في المصلحة العامة اللي بنقوله ايه ان احنا لازم نتحرك او لازم نبص ونتعلم من الناس دي قدرت تطور من نفسها ازاي قدرت تطور من مسابقاتها ازاي وقارن بنفسك وشوف دوريات في اوروبا ازاي قدرت انها تخلق منافسة تكون عندها مناخ جذب للاستثمار في فترة من الفترات كان الدوري الايطالي هو الدوري رقم واحد في العالم وكان اهم لعيبة العالم كلها موجودين في الدوري الايطالي وكان الدوري الانجليزي محدش بتفرج عليه تقريبا دوري ما فيهش كرة ممتعة ما فيهش نجوم فيه عنف فيه شغب فيه كل حاجة ممكن تقول عليها ما لاش علاقة بكرة القدم نهاردة بتتكلم عن الدوري الانجليزي هو اهم واكبر دوري واكتر مسابقة نكحة على مستوى جذب الاستثمار وعلى مستوى تحييل ارباح للاندار بتاعتها وللدولة من بعدها معلش هو صدع شوية كلام في اقتصاديات كرة القدم لكن لابد ان احنا لو بنفكر في الكرة في مصر تتكلم عن دولة فيها 110 مليون اعتقد يعني لو معلوماتي صحيحة مصر هي الدول رقم 14 على مستوى العالم من حيث التعداد وبالتالي انت اكيد عندك من المواهب واحدة من الاحصائيات اللي عرضناها رائب جدا الدول المصدرة للمحترفين كتعتقد برازيل في المركز الاول فرنسا في المركز التاني فانت بتتكلم على 1300 لعب برازيلي محترفين في كل انحاء العالم 1100 حاجة تقريبا لعب فرنسي محترف في كل انحاء العالم انت متخيل حجم الثروات حجم العوائد اللي جاية من فكرة انه يبقى عندك هذا الكامل سياك من نواح الفنية وسياك ان المتخابين دول دايما مرشحين لأي بطولة سواء كوبة امريكا او بطولة اوروبا او حتى كاس العالم او حتى اولمبياد لكن هي سيبك من نواح الفنية انا بكلمك بيزنس وفلوس ترجم ده لعوائد مالية ممكن تكون عاملة ازاي لو ما استقردش المنظومة وبالمناسبة الدول البرازيلي مش من اقوى دوريات في العالم يمكن على مستوى امريكا الجنوبية ممكن طبعا لكن على مستوى العالم مش من اقوى المسابقات اللي في العالم يعني تقدر تقول عليها حاجات طبعا ليها علاقة باختلاف التوقيت حاجات ليها علاقة بمستوى الاسماء والنجوم اللي بيلعبوا هناك لكن في النهاية تبتكلم على دوري من اكتر الدوريات الربحية على مستوى العالم معلش هالشيء بالشيء يا اسكر والارقام الحقيقة دايما بحب اقف معاها ونحاول نقرأ دايما اللي بين السطور نورو